السلام عليكم حبايا بقلبي عاملين ايه وحشتوني جدا جدا اتمنى تكونوا بخير. نهاردة بقى حبايا بقلبي هنعمل مع بعض العتس بصو طحفة جدا وجميل. طبعا عندي العتس بتاع مخصول كويس جدا وحطاله المية كده عشان يبقى جايز معي. عندي بصلاية كبيرة متقطعة زي ما انتم شايفين معلها كبيرة طول. اه اه ارنفلف الرومي. اربع حبات طماطر. ده كان اربع برضو جزرات معي متقطعة. انت طيعة شوية كده لان كل لا يستلم مع بعضي نايف نايف. مكعب ماجي معلقة كبيرة البارات السبعة معلقة صغيرة كمون. وعندتها طبعا اه الشعرية. مكعبين زبدة مع شوية زيت كده. هحتاجهم في الاخر هاركنهم دلوقتي. طبعا زي ما قلت لكم هعملوا كله نايف نايف طريقة سهلة جدا. وبصوا طحفة. طبعا الشتة دخل علينا بقى ده احسن حاجة بتدف في الشتة طبعا العتس. طبعا احط كل المقادير بتاعت كده الجزر والبصل والتم والفلفل والطماطط. كله على بعضي كده مع التوابل بتاعتي. واحطهم على النار. آآ طبعا تقطيع عشوائي. طبعا اول ما يسلق كده هرجع لكم ان شاء الله. هحطه على النار واول ما الخضار بتاعي كله يسلق مع العتس هرجع لكم. وكده حباب قلب رجعت لكم بعد ما الخضار بتاعي كله السلق زي ما انتم شايفين كده كله استوى مع بعضي. طبعا الخضار بتاعنا عشان مش ضربينه في الخلاط. فالعدس معارفش يشرب من اللون الجزر والطماطم والحاجات ديت. فطبعا زي ما انتم شايفين اللون بتاع العتس طبعا لونه باهد. هن نحي اللون بتاعه ازاي? بصوا السر ما بقى في طرف معلقة حاجات بسطة جدا جدا جدا. طرف المعلقة كده من اللون الاصفر اللي هو لون الزعفران اللي بنحطه على الكابسة بتاعتنا زي ما انتم شايفين. على طرف المعلقة حاجات بسطة جدا. هتغير معاك لون العدس تماما هتخلي لونه تحفى. زي ما انتم شايفين اول ما بتنزلي بيه كده شوف اللون. بصوا تحفة جدا جدا جدا. وكده حبيب قلبي بقى قبل اتضربيت كلهم دلوقتي كده بالهند بلندر ما عنديكش هند بلندر تقدر تضربيهم في الخلاط وترجع بيهم كده على النار زي ما انت شايفة. طبعا عندي الشعرية بتاعتي انا معلقة عليهم كده وموطية. او على محمر الشعرية بتاعتي مع الزبدة كده والزيب. طبعا عندي الشعرية طبعا في الخطوة حابة تستغني عنها براحتك وتقدر كده عندك شربة العدس بقى اتجاهزة للاستخدام. اه كده شربة العدس التوحفة وطعمها جميل طبعا انا بحبها بكمل كده بالشعرية حابة تعمليها براحتك مش حابة تقدر تستغني عنها زي ما قلت لكم الاكل ده ازواء. كده حبيب قلبي هارجع لكم بعد محمر الشعرية بتاعتي كويس جدا. وكده حبيبي بعد محمرت الشعرية بتاعتي باللون الاصفر الجميل اللي انتم شايفينه دوت. هبدأ انزل بها على العدس. وتخلي اديكي بقى في العدس ما تنسوهوش لان العدس في المرحلة ديت بعد ما بتحط الشعرية. الشعرية بتتقل كده وبتنزل في الاعر الحلة تحت. فخلي بالك لا تتحرق منك. الشعرية ما بتاخدش وقت معنا خالص خالص. اربع خمس دقيق كده ويكون العدس بتاعنا كده جاهز. اه طبعا حبابي كده انا هرجع لكم ان شاء الله بعد ما الشعرية بتاعتي اه تستوي. هرجع لكم ان شاء الله بعد ما كله كده يكون جاهز على الغرف. كده حبابي قلبي بعد ما الشعرية بتاعتي استوت انا زودته طبعا مغرفتين مرأة. انا سلقا جنبي لحمة. آآ طبعا انا زودته مغرفتين مرأة عشان هعمل تسقية عدس. زي ما انتم شايفين عندي ده العيش البيتي بتاعنا الفلاحي. آآ ده يعيش متل طبعا. آآ طعم تحفة جدا. طبعا العيش النشب بتاعنا ده. وفي التسقية برضو بيبقى تحفة. حابة تعملي بالشام براحتك المتواجدة عندك تقدر تسق به. طبعا لازم العدس بتاعنا يكون بيغلي كويس جدا. عشان يطر معانا العيش. هبدأ دلوقتي اي كمية تعيش اي في السرفيز اي كمية عايزة تقدر تعمليها براحتك على ابدأ افراد اسرتك. تبدا تنزلي عليها بالعدس كده. وزي ما قلتلك انا مزودة مغرفتين مرأة عشان لازم يكون خفيف معانا كده. عشان يطر معانا العيش. تبدا يتقلبي كده كويس جدا عشان العيش بتاعنا يضغل. انا احتاج طبعا عدس تاني. هجيب دلوقتي عدس تاني وهحط طبعا وتقلبي كويس جدا. عشان كله يضطر معانا. او زي ما انت شايفة. وبعد طبعا ما بنقلب العيش بتاعنا كده. في العدس بتاعنا تقدري في الخطوة دية ترش شوية كمون ترش شوية فلفل اسود براحتك. زي ما قلتلك الاكل ده طبعا ازواء. اللي اجيبك يعمليه في مطبخك. انت ملكة مطبخك مش هنقيدك باي تدبيلة باي مقادير. احنا بنديك الاساس وانت عايزة بقى تبداي مع نفسك وتحطي الاخير بتاعك براحتك. طبعا انا كده بعد ما خلصت كده وحطيت العدس طبعا انا هحتاج عدس تاني على الوش. آآ طبعا لازم تغطيه. اي صنية عندك اي طبق اي حاجة تغطي بها السرفيز اللي معاكي. انا هغطي دلوقتي بصنية. آآ هغطي طبعا من ديال دقتين كده عشان على ما العيش بتاعنا يضطر زي ما انتم شايفين كده انا جبت الصنية وهو غطيه. هسيبه بقى هرجع عليكم ان شاء الله بعد ما اغرب بقى العدس بتاعنا كده. كده حبيب قلبي بعد ما سبت العدس بتاع التسقية بتاعتي من ديال دقتين كده العيش اضطر معانا وبقى تحفة. انا نزلت باللحمة بتاعتي اللي معايا على العدس زي ما انتم شايفين هبدأ هحطها على وش العدس كده. مع عدس برضو. هحط عدس تاني على الوش العدس ده تقيل شوية عن اللي سقب بيه. زي ما انتم شايفين كده هحطه على الوش. واللحمة مع العدس بتبقى تحفة جدا. عايزة براحتك طبعا. عايزة تحطها مع العدس براحتك. عايزة تسيبها في المرأة براحتك اللي يعجبك. طبعا كده حبيب قلبي هحط اللحمة بتاعتي على الوش كده. آآ زي ما انتم شايفين هيبقى احلى وقطعم عدس هاد قويه في حياتك. طعم تحفة جدا. ويعجبكم جربوه حبيب قلبي بالطراءة ديا. وشوفوا طرف المعلقة من اللون الزعفرين اللون الاصفر اللي حقنا. وشوفوا مخليين اللون معنا تحفة وجامل ازاي. طبعا العين بتاكل قبل البق. كل ما تزيني في اكلك وكل ما تحطي الاخير بتاعك بقى اللمسة الاخيرة كده. هيطلع معاك احلى حاجة وتحفة. وكده حبيب قلبي بقى يكون خلصت طبعا انا غرفت معاكم. زي ما انتم شايفين كده طبقين شربة. اللي حابب يشربه كده بالمعلقة واللي مش حابب آآ يكل التاسقية براحته. الاكل ده يا زواء زي ما قلت لكم. انا حطا لكم ده وحطا لكم ده. طبعا كان فيه شوية آآ عدس بصوت كده نزل من على طرف السيرفيز بتاعنا. امسحوا كده طباقك وزبطيها. طبعا زي ما متعودين معي. اهم مش شغل تصبيت الشغل. كده حبيبي بقى اتمنى اتجربوه بالطريقة دي اتعجبكم ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله العدس اللي في طبق الشربة. شوفوا ما شاء الله تحفة جدا وطعم والله تحفة وجميل جدا جدا جدا. اتمنى حبيبي قلبي كده اتجربوه. انا طبعا عندي جرنش كده بسيط جدا شوية بقدونس كده واحطهم مع الوش كده عشان بس يكسروا اللون بتاع العدس كده. آآ بقدونس متقطع كده جاهز عندي في التلاجة. احشيل حاجات بسطة كده. واحطها على وش العدس كده حاجات بسطة جدا. عشان اكسر اللون. انا جيت احطها على الطباق الشربة حاططها على واحد بس. نور بنتي قاتل يا ماما سبيل الطبق التاني كده من غير ما تحط عليه بقدونس. كده حبيبي قلبي اتمنى يعجبكم. وما تنسوناش في اللايك والشير عشان الكل يستفيدوا. لو لسه مشتركتوش في القناة اتمنى تشرفوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.